موسيقى ختم بلوك نوت لليوم مع السيد رامي لاباكي مدير شركة بيت دوت كوم بلبنان صباح الخير مجوعة بيت دوت كوم هو أكيد ويب سايت شو هو وليه معمول بيت دوت كوم هو موقع التوزيف الأول بالميدل إيست العمل تحت تالي يسهل عمية التواصل بين اللي ينفشوا على شغل وبين اللي بدون يوصفوا عالم نعم يعني مش انتو بتلاقوا شغل للناس ولكن كيف بتصير هو المشن تبعية بيت دوت كوم هي تنساء تنعطي تولز وانفورماشن أو إذا بدك بالعربي معلومات معلومات والأدوات للعالم اللي بيستعملونا تيقدروا يبنوا حياة أفضل لقالهم بقى سنحن هدفنا نقدر نأمن هالبلاتفورم إذا بدك تنخلي اللي عم ينبش على شغل يقدر يلاقي اللي بده موظف أو اللي بد يلاقي الشركة اللي بتوصفوا اللي مهاراته بتناسبوا مع متطلبات هالشركة وبنفس الوقت نخلي الشركة تلاقي السيفي أو الكانديدات المعين يلي بقدر يتناسب مع هنشو طالبين نعم أدي في حاجة لهالموضوع حاليا في حاجة كتير كبيرة اليوم إذا بتطلع يمكن عشر سنين لوارا كان بيتوظف بدبي تنفطرد أو بيتوظف خارج لبنان ما كان عنده طريقة تحت يلاقي شغل غير أنه يمكن يحمل حال ويروح بالطيار وينبش على شغل ويقدم الابليكيشن بغري أو ينتر مظبوط أو ينتر تا كان حدا يجري منك يجريب له معه جريدة أو واتفر هلا أكيد كان فيه بوقتها وابسايتس بس اليوم بيت دوت كوم عملت تحتها نجمع أو نقدر نجمع قد ما فينا طلبات أو job opportunities تحتها لها العالم يقدر يتواصلوا مع بعضهم بطريقة كتير هينة وسريعة يعني هدفنا نقدر نخليهم يقدروا يليقوا الشغل بطريقة سريعة وبطريقة بأقل كلفة ممكنة كمان نعم عم تتعاملوا كمان مع الام تي في حاليا كيف عم بيصير التعامل وكرمال شو مت ما قلتلك نحنا كان هدفنا بالأساس نقدر نساعد العالم يلاقوا شغل بطريقة أهيان ويقدروا يبنوا الحياة اللي هني بيتمنواها لحالهم بقى من هون بدأ أشكر الام تي في أنه قدروا نقدرنا نتعاون نحنا ويياهن أنه هن قدروا آمنوا بالمشن تبعيتنا وعملنا مثل إذا بدك ألاينس نحنا والام تي في نقدر نحط كل هالوظيف الموجودة عنا على الوابسايت على ويبسايت الام تي في اليوم مت ما نعف أن الوابسايت الام تي في في كتير عنا بتفوت عليه من لبنان ومن برات لبنان يقدروا يتابعوا البرامج تبعاً با هنو عم بيتابعوا البرامج في عندهم دايماً على راس الوابسايت محال مكتوب عليه جوبز إذا كبسوا عليه بيطلع لهم صفحة نحن نروا على كل أحوال يعني بدون يفوتوا على الوابسايت مش على الابليكيشن نعم بدون يفوتوا على الوابسايت على تفتح لهم فرص مجالات عمل تقدروا يتوظفوا من خلال بالتعاون مع بيت دوت كوم نعم يعني عم ندخل من سايت الام تي في على سايت بيت دوت كوم الام تي في عم بتسهل هالتواصل اذا بدك فيك تحطي ريك بس هو بالمبدأ عم بدانهم موجودين البراندنج اذا بدك الالوان و الواب سايت هنا موجود يعني هو اتس ام تي في بس بيت دوت كوم عطتهم كل مجالات العمل موجودة عنا حطينا للام تي في في ساك ساعتها الام تي في صافية تساعد العالم اللي هن بيتابعوها وبحبوها و اذا بدك هن مخلصين الام تي في دائما بيحضروها انو يقدروا يلاقوا مجالات عمل جديدة او يمكن يحسنوا ظروف معيشتهم اذا قدوا يلاقوا الشغل احسن كان بلبنان او براتبنان جديدة هلأ هيدا الفكرة يعني طيبا صارنا سنة ونص نحنا بالام تي في وبيت دوت كوم اصلا هي شركة عالمية هي شركة موجودة بالميدل ايست نعم نحنا عنا 14 مكتب الدول العربية نعم بلشنا في سنة الالفين وتوسعنا اليوم صار عنا 14 مكتب الدول العربية عم نقدر نخدم فيهم الشركات واللي عبينبشوا على شغل بنفس الوقت رامي نحنا رح نكمل حديثنا ولكن بعد هالوقفة الصغيرة منرجع لكم مشاهدينا رح نتابع حديثنا نحنا وياك رامي لاباكي من شركة بيت دوت كوم بلبنان رامي الناس كلهم عم يفكروا انه ما بقى في عمل بلبنان وما بقى في فرص عمل شو هي الفرص العمل وقدي تقريبا البسنتاج المعقولة هالشباب يليقوا في عمل بلبنان نحنا بنعمل دراسة كل 3 شهر بنحطها بنعملها بالتعاون مع شركة احصاءات موجودة بالامارات اسمها يوغوف سيراج بنعمل احصاءات على الوابسايت طبعا ناساعد ان المستخدمين تبع الوابسايت هن بيجربوا على الأسئلة كان هن شركات او كان هن بحثين عن عمل بقى بنقصموا لقسمين الجوب اندكس سيرفي اللي احنا عملناه واصدرناه باوغست اللي هو بيحكي عن 3 شهر الادمين تبين لنا انه 50% من الشركات بلبنان عندهم حاجات توظيفية خلال هات 3 شهر اللي جايين والاحلى من هذا اللي هو بيشجع اكتر انه 63% من الشركات عندهم حاجات توظيفية خلال 12 شهر جايين نعم ومنها 63% عندك 74% من الشركات حيكون عندهم منموم عشر فرص عمل او اقتن جوب تايتلز زباد ديك حيكونوا بحاجة لقلهم خلال الفترة اللي جاية نعم بقى هيدا شي بيطمن يعني ديوم الكلب لبنان بيحكي انه ما في فرص عمل لا في فرص عمل موجودة بس انه بطافي يعني اكيد ديوم الطلب اكتر من العرض بقى في عالم شوي بتتعزل ولكن الناس يعني لازم يجربوا اول شي حظهم هون ما يفقدوا الامل كليا يعني عم تعطي متل امل شوي لهالشباب انه مش دغري يحملوا حالهم ويفلوا مزبوط رامي بس شو المطلوب من الشباب يعني قدي لازم يكون عندهم مستوى علمي معين لا هالوظائف الشاغرة بلبنان هلا اكيد يعني اليوم شركات تطلب فيه ايام تطلب عالم فراش جراجولز ايام تطلب عالم عندهم خبرة وايام بيطلبوا عالم يمكن كمان اتل سينير ليفل بس ما نحكي على صعيد الفراش جراجولز وهو المخرج جديد من الجامعة يعني في مينموم اكيد عمين طلب ولا في مين مكان يشتغل نحن الدراسة اللي عملناها بنيتنا انه فيه اكتر شي اكتر ثلاث اختصاصات بينطلبوا هن باللبنان عندك اول شي البانكينج ان فاينانس يعني اكتر شي مطلوبين بعدين الانجينيرينج بعدين الاي تي هلا اكيد القطاعات الباقي اكيد فعليها طلب بس هول اهمها ثلاثة يعني ما فيه يفوت بالتفاصيل الكلب بس هول اهمها ثلاثة عم بينطلب فيهم نعم زبديك خبرات او وظايف نعم ولكن اوقات كمانا بينطلب غير مهارات يعني فيه مهارات اكتر معقولة تنطلب منها الناس هاللي عم بيتقدموا على وظايف مزوط هلا المهارات عم نحكي عن اليوم هدا تحصيل العلمة كمهارات بنفوت اكتر بالمهارات طبع الشخص سهول بيكون عندو يهون هون بيجي الافانتاج طبع اللبنانية اذا عم نحكي عن لبنان دفنت لي هولي موجودين بأبنان ومنعرف انه تسعة وتسعين بالمية من الموظفين هن اللبنانية بس ونطلع كمان على خارج لبنان المهارات اللي بتنطلب هي اكتر شي هي جود كومنيكيشن سكيلز بالعربي وبالانجليزي يعني يكون عندهم ادراع على التواصل والمتعامل مع العالم بالانجليزي وبالعربي نعم لكن رامي نحن اليوم عم نحكي على السعيد اللبناني بس مظبوط فقط يعني ما رح نحكي عن اللي عم بينطلب بالبلدان العربي بس نوضح ولا كيف هون ونحكي عن السكيلز نحنا باينت عنا بالدراسة هن دائما بيطلعوا متشابهين مع بعضهم يعني ونحكي عن الاختصاصات المطلوبة بلبنان ما في نقابلها مع غير دول صح وسنطلع ونطلع على البيبل سكيلز او ازباديك على السكيلز معينة مهارات المهارات المعينة عادة بيكونوا كتير اقرب من بعضهم بقى هادي مش هكي بقدر اجمل على الصعيد المنتر يعني لما بتقلي بانكينج ان فينانس وانجينيرين وآيتي هولي باللبنان نعم هولي باللبنان هلا اللي بهمه الأمر يتطلع على السيرفي كاميرا فهو يفوتوا على الويب سايت على بايت دوت كوم موجود نحنا كل شيء نعمله نعمله البربلشينج على الويب سايت فهو يفوتوا يشوفوا السيرفي كاميرا مع الأحصائت وكل شيء شو اللي مطلوب هلا وشو اللي مش مطلوب تبرامي شو اللي يعني الدوماني اللي أكتر شي بتحسوا هيك جزاب للشباب حاليا يعني فيه شيء أكيد بينطلب أكتر من شيء يعني نحنا عم نقول هلأ شو الوظايف في الشاغرة ولكن الشباب اللي بتحسك أوقات بيروحوا كلهم على فرد ميلي ما بدي فوت بالمحل اللي رايحين فيه الشباب لأن اليوم كتير عم جايب نشتغل على الصعيد ونقدر يكون في عنا توعية اليوم مش هكي نحنا موجودين بالأم في في يكون عنا توعية نقدر نخلي الشباب يروحوا محل ما هن الطلبات موجودين محل ما هن الشركات عن جات شو عم بيطلبوا بقى السورفر فيها تساعدهم كتير بهيدا المجال هلأ كأكسپيرينس وكسكيلس كنا عم نحكي عنهم كمهارات كنا عم نحكي أنه مطلوب كتير عالم يكون عندهم نيجوشيشيشن كذا وإدراع التفاوض عالم يقدروا يشتغلوا under pressure عالم يقدروا يعملوا مالتي تاسك ويقدروا كذا شغلة يتحملوا كذا كذا ضغط شوي مزبوط اليوم هل اللبناني فيهم يبرعوا فيهم اليوم اللبناني بيحكي أكتر من اللغة ومنعرف هيدا الشيء يعني معروف بالكومينيكيشن التواصل وباللغة اللبناني مزبوط ومن ناحية النيجوشيشيشن سكيلز زي بديك والworking under pressure اليوم ما أحدا عنده ضغط تفاوت يعني والضغط اليوم اللبناني بكل شيء بده يتفاوت قدر يحصل على اللي بده ونفس الشيء كمان من ناحية الضغوطات اللي عم نحنا عنا إياها بحياتنا اليومية كمانا بهايدا الشيء وقتا يطلع إذا كان لبنان جوات لبنان عم بيشتغل فيه كون عايش بالبيئة الهي الطبيعية تبعيته وقتا عم بيطلع على ببات البلد عم بيشتغل فيه عم بتقلها الضغوطات بس الدغوطات اللي هو معوضي علي عم بتخفل عم بيتفوق يعني عم بقدر يبرع عم يتفوق على غيره رامي على كل حال لما شخص بعب أما بيبعت السفيل عندكم حضرتكم عم بتكونوا على تواصل دايم معه صحيح؟ بينبعث له بيرجع إيميلز وهكذا نحن دائما نبعث له إيميلز دائما يعمل أبديت للسفيل تبعه تحته دائما يفوتوا يشوف شو فيه جوبز بتكون مبينة أو جديدة جديدة أو جوبز تتناسب مع هو اللي عنده إياهن كل طلبنا مش نحن هنلاقي وظيف للعالم نحن علينا نجيب لهم هالجوبز نحطهم قدامهم على الويب سايت هن يفوتوا ينبشوا على الشيء اللي بيتناسب معهم ويقدموا عليه وبنفس الوقت الشركات كمان أيام بياخدوا أكسس على الداتا بيستبعيتهم هن بينبشوا على العالم نعم بقى على العالم دائما يتركوا استفيل تبعهم أبديت لهم استفيل بيطلعوا من أجدد شيء لا يقدم شيء مرسي لقلك كرامي وإن شاء الله جود لك للكل اللي يلاقوا الأعمال اللي بتنسبون مرسي لقلك ونشوفك قريبا إن شاء الله مشاهدينا خلصت حلقتنا لليوم بتقدرو ترجعوا تتابعونا على mtv.com.lb أو ترجعوا تتواصلوا معنا على جميع سايتات البرنامج بنحنا نلتقى معكم بكرة بزيت الوقت وأنا بشوفكم نهار السبب ترجمة نانسي قنقر